تعرفوا الإجابة نحكيه على وزير التربية والتعليم البغديري اللي تكلم عن عدد الشغورات في المعاهد والمدارس في الموسم الدراسي 2023-2024 البارح نيابة العمومية تقرر الاحتفاظ بالصحف محمد بغلاب شنوى اللي صار الإجابة مع ياسمين بنور ياسمين بشتحكينا زيدا على الـ 75 مليار اللي لمتهم استيك بشتحكينا على احتجاجات أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة على اللي صار في سفيقس مع 616 حارق وبش نحكيه طبعا على اللي صار في موسكو والضربة الإرهابية لهزت روسيا بوتين في أخبارنا العالمية بش نتكلم زيدا على اللي بش يصير اليوم في مجلس الأمن والتصويت المنتظر على وقف اطلاق النار في غزة بعد ما تم تأجيله في جلسة يوم السبت سينو الفرس الأربع حاضرين للعمل في خارج حدود الوطن مع ثمانية غيدرجين تليفون اللي ساعة ثانية بش نزيدوا نتكلموا فيه على تفاصيل شحنة الحم الأحمر اللي جانا من فرنسا واللونكيت متاع اليوم بش تكون على تيك توك في تونس ياسمين حب تعرف شنية حكاية ربح الأموال من تيك توك وعليش برشة وينسا توجه للحاجة هذية وكيفيش خاصة قاعدين يدخلوا في الفلوس ولا هيدا هو ما يستنى فيكم في حلقة اليوم حلقة نبداوها كيل عادة بجنيريك متاع مسلسل قديم والمرة هذية مراقل بش نبقى وروحنا معا ملك الدراما بعد ليلي الحلمية وين كان ضمننا بطولة جماعية اليوم المسلسل اللي دخل يحيا الفخراني في قلوب جيل التسعينات والألفينات رمضان الفين وثلاثة تفرجنا في مسلسل من أروع ما فما متعتو تبدأ بنت جنيريك اللي ألف كلماتو والشاعر الكبير سيد حقاب لحنو الموسيقى ريسر عبد الرحمن وأديه مرة أخرى لغران علي الحجار هذي موسيقى الليل وآخره يا بو يا الليل وآخره المسلسل هذية جميلة ومزيانة وتسكوهولي أما الغنية اللي تشهرت بها أكثر واتشهرت بها أكثر المسلسل هي غنية شمس يا منا وراغيب اللي غنيتها هذي اللي يعرف المسلسل يحيا الفخراني تضرب في واحدة يتسميها أمو غازية تغني في الأفراح واجهوا هذيك الكل وغنية غنية اسمها يا شمس يا منا وراغيبي من أرواع ما تغني غضوة نبدأ بها الحلقة إن شاء الله تعرف المسلسل أمو غازية من أقوى مسلسل تعيح الفخراني جيانة تسمعوا في الميكرو صباح الفل صباح الخير ومركبه الحمد لله مش توحنا مش نحكي عن المسلسلات شكرا في ساعتنا ثاني نعمل ربريك القرم مسلسلات رمضان وعدا 50 صاحبتك مهبولة صوبت؟ أي يوم زيدة نسمع محمد سيمي السهل الممتلع السهل الممتلع السهل الممتلع تعود في المئة أو روبريك نحب تبدل من لأن نشدك وأحداث ألفوها بسيطة وألفوها تشد محمد سيمي نحكيوا في التفاصيل بعد ساعتنا الثانية بتاع مسلسلية رمضان أنا متوا خلنا نخليكم عاجيين في اللمفوترافيك هيا الحبيبي أبك لم أخلت لهم شفي مخلية هالكم شفي قلوبكم سيدة المستمعين أغنية جميلة جداً لعبة جميلة قاعدة تتميح معاها في الأوفي كذية غنية المسلسل اللي خليت يحيا الفخراني يتغرم بالغزايا قاعد نتفكر في اسمن ومثلة ما حبيتش ندخل جوجل نفركس عليه عمال غالب ما تفكرتو وشانتو كا واحد من أرواح المسلسلات اللي تعملوا في تاريخ الدراما المصرية كنا نحكيو سيدة في الأوفي السناء كان منتظر جداً المسلسل والعودة متاع يحيا الفخراني أما يبدو أنه ما كانتش في مستوى الانتدارات خطر كي نسمع يحيا الفخراني البارد تانت والبارد اكزيجانس متاعنا تكون عالية سلامتو كاي خلينا من المسلسلات وش نحكيو على أخبار الـ 24 وار 72 ساعة الأخيرة في 24 دقيقة مع ياسمين بن نور صباح الفل ولياسمين صباح النور ومركبه يا الحمد لله شنبديو بأسعار المحروقات الأسعار المحروقات مفهمش زيادة مرتقبة في أسعار المحروقات هذا اللي أكده رئيس المدير العام لشركة الوطنية لتوزيع البترول لعجيل خلد بتين نهر السبت أنه مش بش يكون فهم زيادة في أسعار المحروقات السناء تبقى لقانون المالية 2024 وقال أنه سياسة رئيس الجمهورية اجتماعية بالأساس وهو ضد السياسات وقال أنه الفرضية المعتمدة في قانون المالية سنة 2024 بخصوص تقديرات سعر البرميل أو برميل النفط في حدود 81 دولار واللي هي معقولة حسب وصفه هو فما زيادت في الفترة القادمة يعنيها الكومنتير كان حبيت فما زيادت خطر سوم البرميل بتاع البترول تاح ياسر إذا كان بسوم هدي ويزيده في الليسانس يولي برش نحكيه على وصول أولى شحنية اللحوم الحمراء المبردة الكانجلي من فرنسا يتم توريد أولى شحنية اللحوم الموردة من فرنسا وهي شحنة متكونة من 45 عجل ولما يقارب 18 تون بش يبدأوا يتوزعوا الكمية هذي بسعر تفاضلي على القصابين الحاوية بش تتحل اليوم في ليل وبش تكون الأسعار في حدود 35 و 600 والقصابين هذن بش يتم نشر أسمائهم على موقع الغرفة الوطنية للقصابين وموقع وزارة التجارة وقال هو سبب تأخر الشحنية هذية لتونس يقول قايل عليش ما وصلتش من أول رمضان هو المغلطات بشأن توفير القطيع وتوفر القطيع وفهم بلدين كما مصر والزير وليبيا سبقوا تونس في التوريد أنا في ساعة ثانية مش ناخده معنا سي أحمد العميري رئيس الغرفة الوطنية للقصابين مش ناخده أكثر تفاصيل على الشحنة هذية وين نجمو نلقاهم وكيفاش كما كانت تحكي اسمين نعرفه وين بش تتباع نحكيه على الشغور في المعاهد والمدارس حسب التسريح متع وزير التربية والتعليم البغديري وزير التربية والتعليم محمد علي البغديري نهار السبت 23 مارس يقول أنه فهمة 790 شغور في المعاهد والمدارس السنية وقال أنه فهمة 73 ألف معلم في التعليم الابتدائي و75 ألف أستيث في التعليم الثانوي جاهدية خلال إشرافه على افتتاح المهرجين الدولي للهنسة والعلوم والتكنولوجيا في المهدية بمشاركة 40 دولة أجنبية وتقريبا 1200 من التلاميذ المبتكلين وقال أنه وزارة التربية بصدد إصلاح تركة ثقيلة 12 سنين عجيف تم الاعتماد خلالها على النيابات نشعر يكون بحدنا سي محمد علي البغديري في الأيام القادمة باش نحلوا معاه برشة ملفات منهم ملفات الشغور لأنه ما نهى اللي يسمع الأخبار يقول 790 علش ما عملتوش ركريت نوع وقت اللي برشة 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 يستنيه وشنية العرقية للقانونية ولا من عرش نوع اللي سائر على مستوى الروكريت نوع في وزارة التربية والتعليم وفي الوظيفة العمومية ككل باش نحكيه معها طبعا زيدا على ملفات تخص الخصومة مع الاتحاد العام التونسي للشغل نحكيه على النيابة العمومية لقارة تمديد الاحتفاظ بالصحف محمد بغديري هذا حسب المحامي نيفع العريبي في تصريح له نهار لحد 24 مارس نيابة العمومية قرر تمديد الاحتفاظ بالصحف محمد بغاليب مدة 48 ساعة لإجراء المكافحات مع الطرف الشيكي من وزارة الشؤون الدينية أمام أعوين الفرقة المركزية الخامسة الحرس الوطني باللعوينة الدعوة في البداية كانت ضد بغاليب على معنى الفصل 3 من القانون عدد 58 متعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة بتهمة العنف المعنوي وبرشة فصول من المجلة الجزائية والفصل 86 كذلك من مجلة الاتصالات والفصل 24 من المرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال وكذلك زد فصول من المرسوم 115 النقابة الوطنية لصحفين تونسي ندت بشي هذي وقالت في بيان لها أن الاعتقال التعسفي لزميل محمد بغاليب انحراف بالإجراءات القانونية التي تنظم تتبع الصحفيين جزائيا في محاولة لإخراس صوته النقد وهرسلت بقية الصحفيين والصحفيات وتأكد أن النقد موجه من قبل الزميل محمد بغاليب يندرج ضمن صميم العمل الصحفي بتزامن مع جلب الصحفي محمد بغاليب المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة التحقيق معاه في الاشكاية المقدمة ضده من قبل إطار بوزارة الشؤون الدينية نظمة نقابة الصحفيين نهار لحد البيرح الصباح نهار 24 مارس وقفة تضامنية مع بغاليب قديم المحكمة ما زلنا نعرفوش نواصار في المكافحة مع الترف الشيكي البيرح سيرتين مون الخبار بش يخرج اليوم دونك تبعوا مختلف برامج اي افين بش نواصلوا طبعا تخطيط الحدث هذي الاستيك تجمع 75 مليار كيفاش هذا اللي قالته هند النيفر مسؤولة عن الخدمات عن بعد بالوكيلة الافتراضية بالستيك في تصريح لها انه شركة تمكنت من انجاز قرابة 150 الف عملية استخلاص فواتير هذي في اطار حملة التسهيلات في استخلاص الفواتير المنزلية بالتقسيد اللي بديتها الشركة في نوفمبر 2023 وتواصلت الاخر فيفري 2024 هذا اللي خليهم يجمعوا قرابة 75 مليون دينار هند النيفر قالت انه 75 مليون دينار اللي تم تجميحها خلال 4 اشهر الماضية هي القسط اللول اللي مقدر ب30% من اجمالي مبلغ الفواتير الحرفي اللي استجيبوا للحملة هذية يعني مزالت 70% من قيمة الفواتير وبشكون فما جدل على 6 فواتير على اقصى تقدير وحسب ما قالت لحد الان نتائج حملة التسهيلات في استخلاص فواتير الحرفي المنزلية بالتقسيد ايجابية الى حد الان نحكيه على 30 بالمئة 75 مليار 30 بالمئة المبلغ الجملي 250 مليار 250 مليار من الفواتير المنزلية حاجة خرق العادة معناها ديجا انتي سهلت على بيت وسهلت كيف تريد حالة التسهيلات بتاع التسهيلات بتاع الفاتورات معناها خاطر فما برشة عبادة وهم مستمعين يقعدين ينعموا بروسهم في الكراب برشة فاتورات كيف تقول عملوهم من غير ما يأخذوا الكمتر فهمت؟ كيف تذهب في الكراب وتأخذوا معهم من الكمتر يرجع لك رؤون نقصنا هم هاوك ساعة تفن لكو مشيت 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 فهمت؟ سيناء ميتين وخمسين مليار من العباد معناها من الديار برك فهمت؟ حاجة باها اما معليش كي نعملوا حاجة باها نعملوها منقصة انتي اغلب ولا اكبر الديون متاعك انتي كستيك مع الشركات والمعامل وغيره مش مع مش مع الديار فهمت؟ مش مع المواطن المواطن العادي عليش ما عملتش الفوزة هذية متاع الفوترا بتاع ليش لونمو متاع التقسيد للشركات الكبيرة والمعامل الكبيرة اللي هما نرمال مو عرفت تحطوا في موقف متاع اذا كان اذا كان هكا وما تخلص سكت ستيل تتعاقب فهمت شنون اقصد قد برش شركات المعامل يقول لك رهوا فاتورة متاع استيق متقل علي وكي يبعثوا دا 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 مون متاع عفو وشنو هذيك الكل سينان انترد الخدمة وكل المبريلي المتوحش فهمت انتي اعمالها للشركات الكبر والمعامل وغيره وطي يمشيوا معك في الخط وتو تلم عشرة مرات قد 750 مليار اللي مش تلمهم ان شاء الله ما عند المواطنين انتو كحاجبة انا ما خلص الضو عندي ممكن 8 شهور مقصوش علي يوم السحة برك الله في يوم اذاك ليش ملحبش ندخل برش في الستيك بي حدث تفكتر عليك بي بي شو مع دين ان شاء الله بي بي كاملوا نحكيوه في اخبار الـ 24 ساعة الاخيرة بعد ما نسمع الاخبار بعد شاشة نحكيوه على ضرب الارهابية في روسيا طبعا مش نحكيوه على الجلسة اللي بش تصير اليوم في مجلس الامن واللي بش تنفيه التصويت على قرار وقف اطلاق النار في غزة قبل هذي نيسي المقشيح سباح النور قول سباح خير بحي 25 رمضان 1445 بعد شوية نحكيوه على التصويت في مجلس الامن اليوم على وقف اطلاق النار في غزة مقبل خلينا نواصل مع الاخبار الوطنية ونحكيوه على اصحاب المؤسسة الصغرى والمتوسطة اللي يقروا انجاز احتجاج امام البرلمان قررت الهيئة المديرة للجامعية الوطنية المؤسسة الصغرى والمتوسطة انها بشتقوم بوقفة احتجاجية قدام مجلس نويب الشعب ببادو نهار الاخميس 28 مارس بشيطلبوا بالتسريع في نظر والبد في مبادرة العفو دعات الجامعية الوطنية المؤسسة الصغرى والمتوسطة المنخرطين امتيح الكل وجميع مكونات الطيف الجامعي ومجتمع المدني والمنظمات الوطنية اللي عندهم نفس الاهتمام او الاهتمام المشترك بش يحضروا ويشاركوا في الوقفة هذية والله يحاشم الخبر فهمتني معناها يطالبوا بالتسريع في النظر في العفو معناها الحل الموجود عند البرلمان ولا عند العباد اللي بشرت تنظر في الأمر اما ميخدين راحتهم مجرد كيما واحد نعرف ميخدين راحتهم على الأخر في الخدمة و اصحاب موسيط الصغرى والمتوسط اشناو اشناو اللي تعز رميين المعنى راو مش بير مافهم حد اللي النحك علي انتي طيب ضحت راوك رد اعطبار نفسي على هالك انا علقش الموت تاني طيب الفضل ايكمل التعليق نحكي وعلى اسبيق سي تعتمكنت الوحدات العايمة تابعة لأقليم الحرس البحري بالوسط من احباط عدد 30 عملية بحار خلصة ونجدة وانقاذ 614 مجتاز من بينهم اثناء زوز طوينسة والبقية من جنسيات افريقيا جنوب الصحراء وانتيشاة زيدة زوز جثث ادمية تم تقيحالتها على انظار مصالح الصحة العمومية تمكنت زيدة وحدة تقليم الحرس الوطنية بسفيقز من ضبط 22 شخص مفتش عنهم من منظمين وسط وزيدة تحتيم 437 خيمة عشوائية تم استغلالها من طرف المجتازين من جنسيات افريقيا جنوب الصحراء حجز 27 مركب بحري ثلاثة محركات بحرية وكمية من المحروقات وتم اتخاذ الاجراءات القانونية لازمة معه 27 مركب بحري اي وثلاثة بحري وثلاثة محركات موتوريت اه اي لك 27 مركب كنا بحرق مع بعض مفرد اي اسهل حاجة طوالت اخو بطورة وشنو بطورة اي اللي يحرق بب السرقة مكش فهمتني اللي مستنسين بها اللي يحرق يحرق بسرقة معنى اي معا تشتوى بطو واحد ويمشي على الروح وياعمر روح مشي مشي يستاذ وياحكيك على خيم مراه ومهوني معنى خيم 437 خيم عشوائي اي اين هو مراه وين ذو خيمة كيفش تتحط وقتش تتحط اي 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 27 يعني قبل العركة متاع كارتاج وروم بذولي 23 بط 27 بط هاي 27 مع بعضهم محرقين فرد وقت 437 خيم عشوائية تم استخدام المشتري اي بخليف اللي هما مشدوهم شو ما يعرفوهم الشي بارس يجاين تعديو للخبار مش الاهم اما الاخبار اللي اخد الاهم دي ما يبقى غازة من الاخبار اللي تحكي عليه الاكثر في الويكان طبعا الضربة الارهابية اللي صارت في قلب موسكو نفذ مسلحين نهار الجمعة هجوم ديمي على قاعد كروكوس الحفليت في شمال غربي العاصمة روسية موسكو اسفر الهجوم هذا اقل شي على مقتل 143 شخص واسابت نحو 152 شخص هذا وفق لجنة التحقيقات الروسية وهذا ما نقول على مقع الجزيرة تبنى تنظيم الدولة الإسلامية لغيزو سوسيو عادة ما يستخدمها التنظيم هذي دوك هجوم فيجأ العالم الكل هجوم لم يكن متوقع هجوم صار في قاعد حفلات كما كانت تحكي اسمين في مركز أكروكوس للتسوق غرب العاصمة روسية موسكو المترامية الأطراف واللي تضم حوالي 12 مليون شخص المنطقة هذي المركز موجود في كراسنو جورسك على بعد الكريملين وبمحاذاة طريق موسكو الدائري تم افتتاح القاعة متاع الحفلات هذية في 2009 نحكيه على بلاسة ترفيهية تهز أكثر من 6200 شخص دوك عدد الضحايا كالنجم يكون أكبر برشا للذكرى فأنه رئيس الأمريكي سابق دونالد ترامب وقتل يمشي الموسكو كان أقام حفلة ملكة جمال الكون في القاعة هذي حذر مش أقام مش هو نظمة محذر حفلة ملكة جمال الكون في القاعة هذية بش نفهمه الموقع المطيحة وأهمية الموقع المطيحة وأهميةها هي في صحة ثقافية ولا حتى السياسية في روسيا يعملوا فيها برشا حفلات وبرشا منتديات سياسية ولقاءات سياسية وجهوا هذيك الكل الهجوم صار نهارة الجمعة وقتل يكانوا الناس ياخذوا فيه كرأسيهم ليحضور عرض اللي تساكر متاعه الكل وفاة الفرقة بيكنيك نحكيوه على فرقة متعراك شهيرة ممتدة من الحقبة السوفيتي تخلى الخمسة رجال لابسين زي عسكري لقاعة الحفلات وفتحوا نار على اللعبات اللي في وسطها شهد عيان اسمه ديف بريموف قال وكالة صحافة روسية أنه حالة من الفوضى حدثت بمجرد اطلاق الرصاصة الأولى بريموف قال كان هناك وابل من الرصاص قمنا الناس الكل وحاولنا التحرك نحو الممرات بدأت ضعر والناس الكل بدأت تجري واستدمنا ببعضنا طبعا وسقط البعض ودهسهم آخرون عافسوا عليهم اللي اطفاليكم محقين رويسة قالوا أنه 143 شخص على الأقل ماتوا وأصيب أكثر من 152 في واحدة من السؤال هجمات اللي تشهدها البلاد منذ عقود المهاجمين القاوم متفجرات أدات إلى إشعال حريق ذخم غطى في وقت صغير ما مسيح توصل لـ 12 1900 متر مربع هذا وفقا لوكالة أنباء أنترفاكس الروسية ومقاطع فيديو طبعا دارت برشا في الريزوسيو في الويكاند ورات أنه المسلحين وهما قاعدين يضربوا بالكرتوش بشكل متكرر عند دخولهم الوبنة بطريقة كما شفتوا عشوائية على اللي يقف قدامه ما ذكر عليش قتلكم راه العدد كان يكون أكثر برشا وهو ما يزيد من خطورة الضربة الإرهابية هذية كيفاش بلاد كما روسيا في ديجا مش في حالة حالة نورمال ما تكون عندها واحدة من أقوى الأنظمة الأمنية في العالم فما بالك في حالة حرب بعد أسبوع من انتخابات عطات للرئيس لديمير بوتين نيابة جديدة توقيت هذا يعليش الموضوع ما زال بش تحكي فيه برشا في الأيامات القادمة مقطع فيديو آخر وراء راجل في القاعة يقول أن المهاجمين أشعلوا النار فيها ودخلت المروحيات لإخماد الانيران من الجو بينما كان رجال الأطفاء يكيفحوا في الانيران من لوتا وتمت السيطرة على الحريق في نهاية المطاف في وقت مبكر من نهارة السبت الحريقة قاعدة تشعل برشا وقت وزارة حالية التوارئ في روسيا قالت أن رجال الأطفاء سيعدوا نحو مئة شخص على الهروب عبر قبو المبنى السسول متاع البنية هذه في حين بديت عملية الإنقاذ أيضا الأشخاص المحاصرين في الصح وكالة تأتأس للأنبي قالوا أن أعضاء فرقة بيكنيك لم يصابوا بأذى وتم إجلئهم بسلام من بعد فتحت لجنة التحقيق الروسية وهي أعلى وكالة تحقيق جينئية حكومية تحقيق إرهابي في الهجوم وكان الحرس الوطني من بين الوحدات المنتشرة للبحث عن المسلحين أمين مجلس الأمن الروسي والحليف الرئيسي لرئيس لديمير بوتين قال أنه هجوم موسكو يظهر مدى خطورة التهديد الأرداء الهريبي على روسيا السياسيين طبعا بدأوا يتكلموا بالواحد بالواحد وصلنا للرياكسون بتاع أوكرانيا وينفهم ميخايلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني بلديمير زيلنسكي توارد أوكرانيا واكتب على موقع أوكرانيا لم تلجأ أبدا إلى استخدام الأساليب الرهبية كل شيء في هذه الحرب سيتم تحديده فقط في ساحة المعركة لأنه في الساعات وفي الدقائق الأولى للهجوم الإرهابي طبعا عادي أن الناس الكثير ظنوا أن أوكرانيا تغفر العملية هذي حتى لين جاء الأعلان الرسمي بتاع تنظيم الدولة الإسلامية في ولاية خارسان وهو فرع أفغاني تابع للتنظيم أعلن مسؤوليته عن الهجوم في بيان نشرته وكالة أعماق للأنباء التي تتبع أعماق قالت أنه مقتلها فعلوا ذلك وهجموا ظواحي موسكو وقتلوا وجرحوا المئات وأحدثوا دمارا كبيرا في المكان قبل ما ينسحبوا إلى قواعدهم سالمين والكلمة هذية فيها أكثر ممكن خطورة من الهجوم في حد ذاته أنك تمشي تعمل هجوم إرهابي وتقتل هذوكم الكل وتراوح لبس عليك فما حاجة يا كيكوشوسكي كلوش بوتين قال أنه سيتم تحديد هواية جميع المسؤولين عن النهج موسكو ومعقبتهم وقال وعلن الحديد طبعا ومن ثم قعد يتلقى في رسائل الموسيط خلينا نقوله والتضامن من عند مختلف رؤسائل للدولة بداية من رئيس الصيني حتى المتحدث باسم بيت الأبي جون كيري قال أن الصور مروعة ومن السعب مشاهدتها حتى رئيس قيسعيد كان عبر على وزارة خارجية تنسية كانوا عبروا على تضامنهم مع الشعب الروسي في المأساة هذه ربما ستكون نقطة تحول جديدة في الصراع الروسي الأوكراني وحتى في الصراع في منطقة الشرق الأوسط لأنه روسيا إذا كان مش جاوب على داعش مش جاوب على داعش اللي موجودين عندها واللي موجودين في البؤرة بتاعهم الأسية اللي هي في منطقة الشرق الأوسط دونك أحداث ربما سخونة مش ربما أحداث أكيد سخونة تستنى فينا في الأيام القليلة القادمة نختم بل بشي سير اليوم في مجلس الأمن وتصويت على قرار وقف إطلاق النار في غزة تصويت على مشروع قرار جديد في مجلس الأمن الدولي طالب بوقف إطلاق نار فوري في غزة إلى نهار الأثنين اليوم بعد ما كان مقرر نهار سبت واستخدمت روسيا والصين نهار جمعة حق في مجلس الأمن الأسقاط مشروع قرار الأمليكي دعمت فيه واشنطن للمرة الأولى وقف فوري وقف فوري لإطلاق النار في غزة وربطا بالإفراج عن الرهيئن المحتجزين في قطاع غزة منذ هجوم حميس على إسرائيل في 7 أكتوبر القرار كانت عدا في جلسة نهار الجمعة الولايات المتحدة الأمريكية كانت نوية تصوت على وقف إطلاق النار أما بشرط إطلاق سراح الأسرة الصين وروسيا قالوا رأيو هذي تفديك مصط معناها بلدة وركيكة سياسية والقرار هذي لن يتبق نحكيه نهار الاثنين اليوم نحكيه نشوف شنو بشي يصير في الجلسة هذية اللي إن شاء الله يخرجوا منها بقرار فعلي لوقف إطلاق النار ولو حتى ظرفيا مرسي بكو يا سمين بالنور نحن مازلنا مواصلين في سيت نوف بعد شوية الفرص الأربعة مع آي ساي كما تعالي بشي خاليكم مع جيين في لنفو ترافيك سيت نوف ستنوف 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 ألف واربعمية وخمسة واربعين في ساعتنا الثانية بش نحلو دوسيم تيك توك كيف يدخلون في الفلوس وشنية شوية تعتبيد أموال وغيره ومش حلو الملف كيف عمل لهم كيت تاحة ياسمين بالنور خليكم معنا في النص ساعة الأخرانية في شنية الحكاية الوقاية كما ستنستو الفرص الأربعة مع آي ساك سباح النور أمين لمهيري سباح النور خالد سباح النور بسبعين يافين ومركب أمين لمهيري مسؤول للعلاقات الخارجية في آي ساك تونس لما يزال كيف اكتشف لأول مرة يكتشف الميسون وهذه والربريك هذية معنا ندخل بارتونير آي ساك تونس يعطينا كل يوم في رمضان أربعة فرص للعمل خارج حدود الوطن بلحق صحيحة ويعطينا ديز اشانتيان معناها كل يوم كتر اشانتيان من الفرص اللي موجودة على موقع آي ساك مؤاري بوان تين اليوم قلنا ولا بلوتو جمع هذية قلنا خلينا نعطيه فرص باربي معناها في جمعتي اللويلة كل يوم نعطيه أربع فرص من أربع بولدين خلنا جربو بالبليد بالبليد الجمع هذية والبداية نمشي ونركشو في تركيا نركشو في تركيا تفاضل ديز في تركيا وإلى إدوكاسي أعنا 4 أعطيات من تركيا اللويلة لانيه ماركوتينج اللي إذا كينك عندك عندك نيوو بياندترميني في الانغلي نجع من ذكر اللي كيف كيف بياندترميني معنا يتلبوك في تيست معين أه با نسيلا في تيست أما ثم الى برصدور مثال الانتربيو الانتربيو مع الانتربيز ولا كيف كيف مع التعيسي كذيك اللي بش يجب أن يكون عندك كيف كيف مع الانغلي الكابسيتي عن كوميونيكاسي كونتنت كرياشن تجد الماركتينج يضم كل ديزاكي يجب أن يكون عندك بيش تكون قابل للبوزيسيان هذي وقالي دونك فنانس قالي شنو ماركتينج ماركتينج باي دونك سينو برابور للوبرتونيتي هذي شتو عم كيمة في تركيا والسليغ 530 أورو منعرش خادش بالليرة اللي هو ما بالليلة 17000 براتيكمان ليلة حاجة أكثر شواء سميق معنى اي اي معنى مرة أخرى مثلا النستاجة ذي مع نمار ما ملتيناشنال فورناكس هاب اللي هي صحي الإكسبيانس اللي عندك اللي بشتعيشها في العام ذيك مع المنتمي اللي بشتأخذو مع الفيت اللي انت عندك دار بشتسكن فيها مع الديفيرسيتي نحوين كارير خرج حدود الوطن طو سمبل ما مانش مانش نحكيو على فرصة مش ترددك اغني فمش ترددك اغني وقتها فهمت نحكيو على فرش واعلا اكزاكتما 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 دونك هدو مجمعات الماركتينج نمشو لإدوكاسن دونك إذا كانك انت عندك إدوكاسن نعرف اللي عندنا برشة مشاكل في تجغيل في تونس بطوة في السكتور هذا نجم التعليم نجم نجم التوظف في الحاجة هذه البرة من تونس ويجب أن اذا كانت عندك ماتريس في الأنغلي معناها تتماتل إذن الإنغلي كما نقول وفرد وقت نجم تتحكي الوغات أخرى كما الإسبانيول والإيطاليان طالبين في الحاجة هذه بأ دونك اللي قارنة أنغلي اللي قارنة اللي قارنة يكون يكون ينجم يدخل هو جنرال اللي عاملين اللي عاملين اللي عاملين أنغلي يبدأ عندهم option دجا واحدة من اللغات الأخرين فمثل يا سوى إسبانيول سوى إتاليان سوى ألمان سوى جوا ديك إذا كنت تسمع فينا وعندك شكو وإذا كنت عامل أنغلي و و ايطاليان و إسبانيول انتلق إيساك بركة اللي كاور عليه جميع الحقيقة ما عنديش قدرش من هما تضيما في الفراز والاوبركة ايكزاكتما صحيح لك تجب تكون خالد فما بلزور معناها سلوات موجودين في الوبركة هذه تجب تباستولي فيهم انت في الوبركة عندك سنك شانس مثلا مش واحدة بركة ايكزاكتما هذاك هو قد في وسل كمبيتيسيا ومتع البول العبيد الكل اللي بشتبت ونحن نخرجو برشة تركيا دوك عنا شانس كبيرة ونحن عاليش نحن عاليش تبدينا بتركيا خاطر السلان لان دي بارتونير ناشونال انتعنا وليهم واللي بشنحكيكم اكثر شوية بعديك على عاليش تركيا بذيت لهم بح واضح بح سنو عنا نمشو للات بحيما قتلكم شذي كيف كيف صليغ متاع 550 سينو نحن يحمي الماتری diffusion لاشتك قل لا صفق نحن سينو نقاط ل воды شاست six ما ب PPY تقدر عام كامل هذه الأمور التي ستكون في تركيا وخاطئك مالباقراناتك بشكولة الفوماتيك صفت ودفولاتك كماكي إنجنوري نجم تكون حتى بناسسار ما إنجنوري واضح تكوردو الفرصة الرابعة الفرصة الرابعة هي إنجنوري إلكتريك كيف كيف في تركيا بانسر الأنغلي حاجة مهمة على الأخ لزم تكون العالم مش قاعد يقرر إنجنوري إلكتريك هنسا هنسا كهربائية كيف يطلبون برشة؟ وكيف يقرر إنجنوري إلكتريك قاعدين يخرجوا ربي معها؟ هو كيف نفسروا إحنا لإستجاري سيكون؟ نحن مركزين خطر معناها في الرأي العام والميدياة مركزين كان مع الطبالي قاعدين يخرج ولكن المهانتين قاعدين يخرجوا أكثر معناها تسكي إنجنوري وإلكتريك وإنفروماتيك وكذلك كيف هما يلوجو على الـ بشأن الإجابة في الشعور مثلا وفي الشعور يجبونيكم في المركز لتجمع وفي الشعور يجبونيك يبلغو أرجاء حسب وفي الشعور نحن تحدثون على الزوجات كنجم ترجمة نانسان شكرا ايه لأنهم يجربون حسنا لديك مجال لديك المجال لك ترد لك يجب عليك وعندك أين يستسكن أو سكنوا سكنوا هذا هو لذلك لماذا تركيا خلت على خاطر توافة مالكونفرانس اللي هي أروكس برو اللي هي يحضر فيها الدليجي من الأوروبة كاملة ومن العالم كامل إيسيك لك تتصير في تركيا قاعدة وذلك لدينا 15 دليجي من تونس يتركوا للغاديك لتجعل التقليل لذلك هذه هي من المهم التي نخدمها في إيسيك لأننا نسهل تجد المتحدث للتغيير والتغيير لأننا نذكر المتحدث الذين يطلبون لإيسيك في إيسيك لتعلم ويجبون مناتجر ويقولون ويبحث في ألف المتحدث هناك رزق في أكثر من مئة البلاد في العالم مرسي بكوو أمين المهيري في فضلك عايش خالد غدوة وين مازلت مع غدوة سوربريز في سوربريز فين سوربريز باي مانية باي شانا ما تقوليش غدوة في نفس الوقت أربع فرص أخرى في بلاد أخرى مع إيسيك تونس مرسي بكو أمين المهيري عايش مرسي بكو لليكيب الكل لحنا ما زلنا في المتيناء السيتنة في ساعتنا الثانية كما قلنا بش نحكيو على التيكتوكور التي توينسة كيفاش قاعدين يدخلوا في الفلوس شنة حكايت السيد شنة حكايت الديامونتا وشنة حكايت الجو هذيك الكل وبش نحكيو زيدا على اللحوم الحامرة اللي أول شرحنا منهم بش تجي من فرنسا اليوم وصومتهم بش يكون أقل من الأسوام اللي موجودة في المارسي نحكيو على 34-35 دينار للحمة الكونجلة هذيه اللي جايين من فرنسا كيفاش بش يتم توزيعه مع أحمد العميري بش نكتشفوا التفاصيل كل بعد شوية جيكم أنيس المكشيح في الأخبار تاوش خليكم مع جيهين في الأنفوترافيك اشتركوا في القناة